وخلال ذات اللقاء كان رد السيد رئيس الجمهورية صارما وحازما ودقيقا للغاية حيث اعتبر أولا أن الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير حيث أنه يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يسمى مغربية الصحراء الغربية ويدرج بصريح العبارة حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة ثانيا أن الخطوة الفرنسية لا يمكن أن تسهم البتة في إحياء المسار السياسي وإنما جاءت لتغذي الإنسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة ثالثا أن الخطوة الفرنسية لا يمكن لها أن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لأنه وبكل بساطة لا يتجه أداء مهمته في نفس الاتجاه الذي أعلنت عليه فرنسا أي أنه لا يعمل من أجل تطبيق خطة الحكم الذاتي ولا هو يعتبر أن الصحراء الغربية مغربية ولا هو يهدف إلى تثبيت السيادة المغربية المزعومة على التراب الصحراء رابعا أن الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء الغربية ولا تخدم البحث عن حل سلمي في الصحراء الغربية ولا تتجه في الاتجاه الذي بإمكانه الإسهام في جمع الشروط اللازمة للإسراء في بلورة الحل المنشود لهذا الصراع طبقا لما أملته ولا زالت تمليه الشرعية الدولية زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر